السلام عليكم ورحمة الله جنوبا بالخليج وشمالا بأذربيجان إسرائيل تطوق إيران سنتحدث اليوم ماذا يجري بين أذربيجان وإيران ومن الذي أوجع إيران ثم نتحدث عن العلاقات الإسرائيلية الأذرية ثم أفق العزمة الراهنة وتبعاد ذلك على الخليج العربي ودور الخليج العربي فيما يجري قبل أسبوع وبدواعي التفتيش على المخدرات بحكم أن إيران ممر للمخدرات الأفغانية إلى أوروبا قامت أذربيجان بتفتيش الشاحنات الإيرانية التي تمر في إقليم ناقرنو كارباخ بعدما أصبح تابعا لأذربيجان وهو الطريق الوحيد الذي يمر من إيران ويصل إلى أرمينيا ثم إلى أوروبا قامت بتفتيش قاسي على سائق هذه الشاحنات بحجة البحث عن المخدرات والبحث عن الأسلحة والمدد التي كانت توصلها من إيران إلى الأرمن بالإضافة إلى هذا قامت بفرض 100 دولار كرسوم على مرور هذه الشاحنات التي تنقل الوقود والبضائع فهذا من ضمن الضرائب التي فرضتها أذربيجان على هذه الشاحنات طبعا الأقليم كله لم يكن على ما يرام فقبل أيام من هذه الحادثة التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي كان هناك توتر أيضا حدودي بين باكستان وإيران ومقتل أحد الجنود الباكستانيين من نيران مصدرها إيران أيضا قبل بعسبوع كان هناك منورات عسكرية كبيرة بين باكستان وأذربيجان وتركيا وطبعا العدو المفترض في هذه التمارين لا شك أنه كان التعامل مع الأحداث التي تمر بهذه المنطقة وإيران من ضمن الأهداف التي وضعت ضمن ذلك التمرين أيضا كانت هناك شكاوي متكررة من أن في أذربيجان عناصر من داعش أحضرتهم تركيا من سوريا وأنهم يقومون بالاعتداء على الحدود الإيرانية وأنهم مصدر قلق للحكومة طهران وأنها ليست متأكدة من خروج هؤلاء بعد انتهاء المعارك فقد عتوا على شكل جهاديين من نصرة المسلمين ضد الأرمن ولكن بعد انتهاء الحرب ليست متأكدة إيران من خروج هؤلاء من أذربيجان فهما خنجر في الجانب الإيراني يمكن أن يستخدم أو يقوم بعملات إرهابية ضد إيران إذن هناك ثلاث أو أربع أشياء أدت إلى حدوث ما جرى هناك شحن على ضفتي الحدود الأذرية الإيرانية كما قلنا وجود داعش المناورات بين دول ثلاث وإخراج إيران منها وهي موجهة بشكل ما ضد إيران أيضا هناك التفتيش والرسوم وهناك قديما الموقف الإيراني المساعد أو المتعاطف مع الأرمن ضد أذربيجان في الحرب أو الصدام المسلح الذي حدث قبل عام وكسبته أذربيجان ضد الأرمن وأخرجتهم من نقرنو كرباخ يضاف إلى هذا كله أن القلق في طهران يتعدى هذه الأمور وينصل إلى القلق أيضا من العقوبات والحصار الأمريكي أيضا قلق إيراني بعد سقوط كابل واعتبار التابعين لها أو القريبين منها من الأزبك تحت ضغط كبير وتحت مراقبة من الأفغان ماذا جرى بعد ذلك ماذا جرى جراء هذه الضغوط المتوالية وهذا الضغط ماذا دفع إيران إلى القيام به أو ما هي الخطوات التي قامت به إيران يجب أن نقر أن إيران في نهاية المطاف هي مجرد حرس ثوري له دولة يعني عندما يتم لجم هذه الهياكة العسكرية سواء الحرس الثوري أو الجيش أو بمختلف المسميات عندما يتم لجمها بصفة عامة يصبح نظام الملالي على شفير الانهيار فإيران كما قلنا هي حرس ثوري له دولة أو مؤسسة عسكرية لها دولة لذلك كان القرار هو قرار عسكري وفأطلق الجيش الإيراني أمس يوم الجمعة مناورات عسكرية كبيرة قرب حدود أذربيجان على خلفية التصاعد للأسباب اللي ذكرناها أو التوتر بين الجارتين اللي ذكرناها المناورات اللي جرت والتمرين العسكري اللي جرى حملت اسم فاتحو خيبر وشاركت فيها قوات برية وجوية وكان من ضمنها لواء تدخل سريع ووحدات مدرعة ومدفعية وأيضا طائرات مسيرة وأدوات حرب إلكترونية وحتى هالكبترات أو سناد ناري هالكبترات لتغطية مسير هذه المدرعات أيضا شملت تنفيذ عملية إنزال في منطقة معينة تم استطلاعها بفرضية أن هذه أجزاء من أذربيجان فيتم التمرين على اقتحامها وقتل العدو اللي فيها طبعا هذا هو التصعيد العسكري الوحيد لكن سبق ذلك تسخين من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم قال أن بلادي لن تقبل بوجود الكيان الصهيوني على حدودها ويقصد وجودهم في أذربيجان هذه لم يقلها في مناسبة عادية قالها وهو يتسلم أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني الجديد في طهران فيقول له حياك الله وانت سفيرنا لكن نحن لن نقبل استضافتكم للإسرائيلين يعني قد يكون هذا خارج الدبلوماسية لكنه تصريح قوي وكأنه يمهد لما جرى بمثل تلك المناورة التي حدثت بعد ذلك بيوم طهران كما قال عبداللهيان لن تتحمل تواجد أنشطة الكيان الصهيوني لأنه قضية أمنها القومي وأمنها القومي لا تتنازل عنها الآن جميع ما جرى أوجع طهران لكن حقيقة ما أوجع ماذا في الحقيقة أوجع طهران ما هو الموجع الفعلي لطهران ودفعها لمثل هذه المناورة مثل هذه التصريحات على حين غره أولاً إيران تعارض وجود أي بصمة أمنية أو عسكرية غيرها في المنطقة ليس في الخليج العربي حتى في جوارها الشمالي فهي حساسة من هذا الشيء وكأنها هي القوة العسكرية الوحيدة الأمر الثاني أن اسم المناورة اختصر جميع هموم طهران يعني التذكير بخيبر وفتح خيبر على يد الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في خيبر كان فيها اليهود فجميع ما يجري يعني ما همها المناورات الباكستانية العذرية التركية ولا همها الرسوم الممر ولا همها حرب نقرن وكرباخ ولا همها وجود داعش إن كانت صحيحة اللي جلبهم الأتراك من سوريا ولا همها الخلاف على طرفي الحدود بحكم أن البلدين تعتقد أذربيجان أن في إيران امتداد لها من الأذر بينما تعتقد طهران أن في أذربيجان امتداد لها إيرانيين أو أن أذربيجان في يوم اللي يوم كانت تابعة لها قبل استيلاء القياصرة عليها ثم الاتحاد السوفيتي الموجع لإيران الموجع الحقيقي لإيران أن إسرائيل نجحت في تحريك جزء منها ضدها يعني بمعنى أن إسرائيل حركت شيعة إثنى عشرية اللي هم الأذر ضد إيران الشيعية الأثنى عشرية أيضا هذا من جانب طائفي من جانب طائفي أيضا استطاعت تحريك جانب عرقي ضدها وهو أن مكون كبير من الشعب الإيراني هم من الأذر وعلى رأسهم المرشد الأعلى آية الله خامنعي فهو أذري لذلك أوجع طهران أن تنجح إسرائيل بهذه الحركة في تحريك جزء منها ضدها أسواء شيعة أو أذريين اللي هم يمثلون عشرين في المئة من سكان إيران التواجد الإسرائيلي ليس جديد وإن كان يتوافق مع تواجدها في الخليج العربي بعد اتفاقية أو رفع سقف التعاون بين الإمارات والبحرين مع تل أبيب فهما موجودين في الشمال في أذربيجان كما هو الآن أصبحوا موجودين في الخليج العربي وفي أذربيجان لكن في أذربيجان هو يعود إلى تواريخ أقدم من تواجدهم أو علاقاتهم الودية مع الخليج العربي الموجع لطهران كما قلنا أن إسرائيل تقوم بعملية إحاطة من الجنوب بالتواجد في الخليج لذلك كما نرى استماتت طهران في منع وصول السفن الإسرائيلية إلى الخليج العربي وكانت حرب السفن بينهما لأنه بالنهاية إذا نجحت السفن معناها ستنجح في الوصول إلى موانع هذه الدول الخليجية وقد نراها في يوم ونيام ضمن سفن الأجنبية اللي في الأسطور الخامس الأمر الآخر أن إيران فجرت في سب الدول الخليجية التي رفعت سقف تعاونها مع تل أبيب لذلك وجميعها موجعة بالنسبة لها سواء منع السفن أو هذا السب لأنها تحاول منع الحاطة من الجنوب مثل الإحاطة اللي حصلت من الشمال مع الأذريين العلاقات الأذرية الصهيونية وطيدة وتعززت منذ سنوات وارتقت إلى مستويات عليا ليس في المجال العسكري في حسب والأمني بل علاقات تجارية واقتصادية يعني 60% من النفط اللي يوصل لإسرائيل عبر تركيا هو من أذربيجان جميع ما تستورده 60% منه من أذربيجان 30% من سلاح أذربيجان مصدره إسرائيلي ثنين زادت وتيرة توافد طائرات الشحن العذرية إلى منطر بنغوريون وكل طلعة محملة بأنواع الأسلحة من ضمنها صواريخ ومروحيات وأسلحة إسرائيلية حديثة أربعة إسرائيل تستخدم كما يقول الإيرانيين تستخدم مطارات سوفيتية قديمة كانت موجودة في أذربيجان ومهجورة تستخدمها إسرائيل لمراقبة إيران وقد تنطلق منها في يوم الأيام وتقوم بتأهيلها لشن عدوان على إسرائيل النقطة الخامسة أن الموساد نشط في أذربيجان وإن كان على تنافس مع الوجود التركي والروسي لكن الموساد نشط ويحاول تأجيج الشعب الأذري ضد إيران بحكم أن جزء من أذربيجان الكبرى يقع داخل الحدود الإيرانية ويجب توحيد الشعبين الأذري على ضفتي الحدود ومعناها اقتطاع جزء من إيران وهذا عمل الموساد دائما قد يقول البعض مرتاح مما تقوم به إسرائيل يعني من المثل الشعبي وأجلكم الله اللي يقول كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك يعني من الأفضل أن الكلب ينبح لمن تهشع عليه أو تأمره أن ينبح عليه خير من أن يقوم شخص آخر بتحريض هذا الكلب أن ينبح عليك لكن في تقديرنا أن هذا الاعتقاد خاطئ لأن الكلب تسترضيه لينبح معك الآن ويصف لك لكن يجب عليك معاودة استرضاءه ودفع الكثير ليكون راضيا دائما حتى لا يعود لينبح عليك كما نبحها لأعدائك أفق الأزمة في تقديرنا نقرأه من واحد استغراب طهران استغرابها الشديد وتحميلها باكو مسؤولية التعاون مع الإسرائيليين على حدود إيران يعني هذا الاستغراب نتوقع استغراب مماثل وغضب مماثل ومناورات على نفس الشاكلة من دول الخليج عندما يصل التعاون إلى أفق أعلى بين الدول الخليجية الإمارات والبحرين مع تل أبيب بتواجد السفن بتواجد التبادل العسكري أو التعاون الأمني فاستغراب طهران مآلاته أن يكون استغراب من دول الخليج ويتبعه مفجرات الصراع كما حصل مع الأذر حاليا الأمر الثاني قد تشتد الأمور لا أعلم إن كانت لصالحنا أو لا قد تشتد الأمور حين تنخرد تركيا بناء على حدودها مع إيران وقربها من حكومة أذربيجان فهي جارة لإيران وبنفس الوقت صديقة أو امتدات تركي لها في أذربيجان عندها ستحلو الأمور كما يقال وهي لصالح الخليج العربي فنرى أن اشتباك تركي إيراني وإحاطة إسرائيلية لإيران من جهتين النقطة الثالثة يجب أن نتذكر أن الغطرس الإيرانية أعطتهم الاعتقاد بأن القدرات العسكرية الإيرانية بنيت لمواجهة الشيطان الأكبر لمواجهة الولايات المتحدة فهي بمقاسات كبيرة وما تتنازل أن تنظر إلى أذربيجان كخصم عسكري لذلك في تقديرنا نتوقع أن تحرك ميليشيات مناوئة أهل الحكم الأذري في باكو الرئيس علييف ستطلق عليه مثلا وحيد إبراهيمي اللي شكل ميليشيا أذرية مشابهة لحزب الله يسمون الحسينيون حتى أن علمهم نفس العلم الأصفر والبندقية اللي رافعينها لكن يفرق كلمة حسينيون بدل حزب الله فنتوقع أن تطلق إيران هذه الميليشيا عليهم أو الميليشيات اللي على شاكلتها في النهاية نستطيع القول في النهاية نستطيع القول أن نستطيع قراءة ما يجري على أن الخليج يطوق إيران بالتعاون مع الصهاينة من الشمال والجنوب الإحاطة بالإحاطة والبادي أظلم عاصمتين خليجيتين في الجنوب والعاصمة الأذرية في الشمال فهي الإحاطة بالإحاطة وإيران هي من بدأت وربما نستطيع أن نقول اللهم سلط الظالمين على الظالمين لكن تبقى مطالبنا بسيطة يعني مطالبنا بال... صحيح أنه يمكن اعتبار ما يجري عملية إحاطة للإيرانيين من قبل الصهاينة بتعاون خليجي أذري لكن كل ذلك لأنه مطالبنا بسيطة لذكرت السبب الأول هو فك أسر العواصم الخمس بغداد، دمشق، بيروت، صنعاء ونستطيع القول حتى غزة السبب الآخر أو المطلب الآخر أن إسرائيل مطلبها هو كبح كبح الطموح النووي الإيراني ومنعها من الحصول على السلاح الذري فكما قلنا هناك الإحاطة ضد الإحاطة والبادئ أظلم إيران هي من بدأت بعمل القوس الشيعي اللي إحاطة بدول مجلس التعاون الآن الله سخر إسرائيل اللي هي عدو وأنا لازم نسميها الصهاينة لكي تقوم بالإحاطة دار مدار إيران مع التفاعلات الغير إيجابية تجاه إيران سواء من باكستان ومقتل الجنود سواء من الأفغان اللي الآن يعملون ضد الأوزبك الموالين إيران أو المناورات اللي جرت بين تركيا وأذربيجان وباكستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر